مرحباً هذه الشكلة هذا المخطوط يا شخص أيها لقد سقطت بيدك نعم سقطت بيدك ما شاء الله نعم ما شاء الله وافق الفراغ من نسخ هذا الجزء وهو الأول من هذا الكتاب المبارك العظيم الذي وسمه مؤلفه بالمخار الجامع بين المنطقة والاستذكار وهو شره لموطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أمس ألاسي رحمه الله لمؤلف العلامة المحدث الفقين محمد بن عبد الحق من علماء مالكية القرن الخامس الهجري وافق الفراغ منه مساء الاثنين بعد المغرب ستعشر اثنى ايش اثنى عشر انا عام 410 الموافق ثمانية شهر الثامن عام الف وتسعمية وتسعين ميلادي على يد كاتب الناس في الهقاء الحقير الفقير إلى اللطف وعفو ربه العزيز القدير من عفو كوني في منزلي في الحي المعروف الدويبة ماشاوه ايزا الحي العوالي نعم بالدويبة من أحياء الطيبة الطيبة على ساكنا أفضل الصلاة والتم التسليم فالحمد لله لزبني متى تتم الصالحات وسبحانه ممعين لا يعجز معانه ولا كل ولا ضل وأسأله المزيد من إعامتي وتنفيقه إنه أكرم وسؤول وأرجى معمول وصلى الله وسلم على سيدنا على سيد والذي آدم وحمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحساني في يوم الدين من بلج الصبح فاستراح عنده الثاني تنبيه هذه هي النقلة الثانية الثانية بعد أن الشيخ كان أراد أني أخذ منك النسخة نعم نعم لهذا الجزء الأول من هذا الكتاب والنقلة الأولى كانت لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم القاضي بمحكمة المدينة الكبرى وقد طلبت ذلك مني في عام 1409 نعم وقام مستوبة المدمير 313 حيث مني حشвод أن الكتابس دخلت في ميلكي في السنة التالية عام 1409 ولم أتوقف خلال مدة النقلتين عن الكتابة بعارض المالي حتى انتهايهما بفضل الله بالفضل العظيم والطول الجسيم وكنت إبان النقلتين إنما أشتغل بالكتابة بوقت المساء من بعد العصر إلى أن أتعب فأترك القلمة إلى الغد أما وقت الصباح فكنت أشتغل فيه بالقناة دروسي في ألفية الأثمرار على شيخنا العلام أحمد بن حمد بن حامل الحسن الشمقية حفظه الله الله حفظه الله رحمه الله والجدير بالتنبيه عليه أن مدة الكتابة في النقلة الأولى استغرقت ستة أشهر النقلة الأولى وفي النقلة الثانية خمسة أشهر ابتداء من شهر شعبان إلى ستاشر للهجة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليل هو ماشا الله المدينة المنورة عام أشهر ألف وربو وعلى المئة المعشرة ماشا الله ماشا الله ترجمة نانسي قنقر